الاجتماع في الدين والنهي عن التفرق إذن عندنا الأصل الاجتماع وضده الفرقة لكن نجتمع كيف؟ نجتمع على الذي اجتمع عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضو الله عليهم الجماعة وفي رواية قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي نجتمع على رب واحد سبحانه وتعالى نبي واحد عليه الصلاة والسلام شريعة واحدة قبلة واحدة نعم صلوات كذا الإمام الآن عندما يصلي يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك الأصل يقول إياك أعبد هذا الأصل لأنه يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لماذا يقول إياك نعبد نعم قرآن ولا أحد يشك فيه الآية لكن لماذا هنا كانت الآية بالجمع حتى نجتمع كأنك تقول يا رب نجتمع على عبادتك ولا نفترق والإمام عندما يصلي بالناس يقول إياك نعبد نجتمع على عبادتك في هذه الصلوات خمس مرات في كل يوم وليلة وفي الجمعة وفي الأعياد واجتمع الناس الأقاليم كلها في الحج إذا لابد أن نجتمع على ما اجتمع عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضو الله عليهم ولا نفترق افترق في الدين مذمو ولا تكون من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون افترقت اليهود افترقت النصارى وستفترق هذه الأمة إخبار وتحذير من النبي صلى الله عليه وسلم إذا لابد أن نجتمع هذا المخالف المخالف لأهل السنة والجماعة الصلاة والسلامة ماذا تصنع به لابد تناصحه لابد نكثر سواء أهل السنة تأتي به وتقول اتقي الله ولابد تكون معنا ما يصلح ولابد نزيد لابد أن يزيد عدد أتباع النبي صلى الله عليه وسلم هراقل سأل أبو سفيان رضي الله عنه عن أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام رضو الله عليهم قال هل يزيدون ماذا قال قال نعم يزيدون إذا كنا اليوم لا نزيد هذا معناه أنه عندنا خلل لا نسير على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم لابد نزيد هذا المخالف تنظر إليه من جنبين تنظر إليه من جنبين اتقي الله من جنب تحمد الله أن عافاك ومن جانب آخر تدعو لهذا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ولا تترك على الضلال له حق عندنا لكن بشرط أن تستطيع على أن تغير هذا ولا تتغير أما أننا يعني نتكلم على هذا بالغيبة أو بالنميمة أو بنقل الكلام أو بالسب أو بالنكت هذه ليست من الشريعة إذن إذا أردنا دعوة المخالفين أو الكلام عليهم لابد نسير على الطريقة السلفية في دعوة المخالفين كيف نتكلم معهم كيف ندعوهم من الذي يتكلم معهم الذي يستطيع أن يغير فيهم ولا تغير إذن لابد أن نجتمع كل اجتماع قاعدة كل اجتماع تراه في الظاهر اجتماعا وهو على غير ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا في الحقيقة افتراق تحسبهم جميعا وقلوبهم شد ترجمة نانسي قنقر